صوت الأذان أصبح إزعاجاً بالنسبة للإسرائيليين والمطلوب أن يوقف عبر قانون يمس بحرية العبادة بالنسبة للمسلمين يقول الفلسطينيون ويحذرون من أنه قد يشعل مواجهة بإضافة التوتر الديني إلى الصراع السياسي القائم خطورة ما قرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات أن مشروع القانون يحظى بدعم نيتنياهو ما قد يمهد الطريق أمام تشريعه في البرلمان ليصبح قانوناً ينص على منع الأذان عبر مكبرات الصور بالتأكيد لن تلتزم للأوقاف الإسلامية ولا أي جهة إسلامية تشرف على رفع الأذان في أي مسجد أو في أي مكان يرفع فيه الأذان بمثل هذه القرارات لأن قرارات تتنافى أصلاً مع القانون الدولي الإنساني والقوانين والعراف الدولية لأنها تتدخل مباشرة في عقيدة المسلمين ونحن نرفض التدخل من قبل سلطات الاحتلال بعقيدتنا وعباداتنا ومساجدنا وكنائسنا إلى غير ذلك اللافت أن مشروع القانون جاء بضغط متواصل من المستوطنين كما حدث قبل أسابيع هنا أمام منزل عمدة بلدية الاحتلال في القدس مشروع قانون وقف الأذان ينسجم مع القوانين العنصرية التي امتاز عهد نتنياهو بسنها كما يعرف الجميع وقد أصبح التطرف اليمني الطيار المركزي في إسرائيل الأمر الذي يعزز مخاوف الفلسطينيين لا سيما بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة زياد حلبي العربية القدس المحتلة